انا عايزي بقى عندي عنوان على انترنت باسمي او دومين نيم يبقى مخصوص ولياكم مثلا شادي دوت كوم بحيث لو كتبت العنوان ده من اي كمبيوتر في الدنيا اقدر ادخل على السيرفر بتاعي اللي موجود في البيت واستفيد بالخدمات اللي فيه يعني مثلا لو كتبت home.shady.com يفتحلي الhome assistant ولو كتبت cloud.shady.com يفتحلي سيرفر nextcloud بتاعي اللي انا شايل عليه كل الملفات بتاعتي ولو كتبت plex.shady.com يفتحلي سيرفر Plex بتاعي اللي انا احط عليه كل الافلام اللي عندي وعايز اعمل كل الكلام ده من غير مفتح بورتات في الراوتر لان فيه شركات كتير في الوطن العربي بتمنع موضوع فتح البرتات ده عشان اعمل الموضوع ده محتاج تلات حاجات اولا يبقى عندي دومين نيم سواء بقى حجيب ببلاش او حشتري ثانيا ان السيرفر بتاعي يبقى مستعد لاستقبال الترافيك اللي جاي من الدومين ده ثالثا ان يبقى فيه طريقة امنة لتحويل الترافيك من الدومين للسيرفر لما اعمل التلات حاجات دول هيبقى عندي القدرة ان انا لمكتب الدومين بتاعي من على اي براوزر موجود في الدنيا ادخل على السيرفر بتاعي اللي موجود في البيت واستفيد بالخدمات اللي فيها تعالوا نمسك اول خطوة وهي الدومين نيم في مواقع كتير على الانترنت ممكن تتديك دومين مجاني زي موقع اسمو freenom.com لكن بصراحة انا مفضلش الطريقة دي قوي لان اغلب المواقع دي بتديك دومين مش كويسة قوي وبيبقى درجة الامان فيها مش عالية وكمان ممكن يبيعوا البيانات بتاعتك لشركات اعلانات انا بفضل الخدمات المدفوعة لانها بتبقى اكثر امانا وبيعندك الفرصة انك تختار دومين حلو على مزاجك وكمان في اسعار دومين بتبتدي من دولار واحد في السنة كلها فممكن تشتري دومين نيمز من مواقع زي جو دادي او جوجل انا شخصيا بتعامل مع شركة اسمها هوستينجر وده موقع محترم بيديك دومين نيمز من اول سعر دولار واحد للدومين في السنة لو عايزي تجربوا الخدمات بتاعتهم ممكن تدخلوا على موقع هوستينجر من اللينك اللي حاسبهلكو في الديسكريبشن تحت وكمان ساعة الشيك اوت ممكن تستخدم كود التخفيض الخاص بمشاهدين سمارتك بالعربي اللي حايزها الرشاشة للوقتي وحاسبهلكو برضو في الديسكريبشن عشان يديك تخفيض 10% المهم بعد ما تشتري الدومين نيم بتاعك بغض النظر ان تجيبتم منين عايزك تطلع معلومة في اعدادات الدومين اسمها النام سيرفر واخد نوتا بيها كده وشيله على جنب عشان هنحتاجه بعدين وهقولك ليه كبان شوية كده احنا انجزنا اول خطوة نيجي بقى الخطوة اللي بعدها وهي ان احنا عايزين نعمل وصلة امنة ما بين الدومين نيم بتاعنا والسيرفر فيه شركة اسمها كلاود فلير بتقدم خدمة مجانية اسمها كلاود فلير تانيل مهمة التانيل ده ان هو بيوصل ترافيك المعلومات ما بين الدومين نيم والسيرفر بتاعك بطريقة امنة فبيسموه بعض الاحيان سكيور تانيل او زيرو تراست تانيل طب انا اعمل التانيل ده ازاي فهنروح على موقع كلاود فلير اللي حساب لكم لينك بتاعه في الديسكريبشن وتعمل اكاونت لو ما كانش عندك اكاونت اردي وبعدين ندوس على ويب سايت وبعد كده ندوس على اد سايت ونكتب اسم الدومين اللي احنا لسه شاريينه وبعدين نختار free account وندوس على continue لو نزلنا بقى تحت في اخر الصفحة هنلاقي الكلاود فلير نيم سيرفرز هي دي البيانات او النام سيرفرز اللي انا هحتاجة استخدمها مع الدومين بتاعي عشان اوصله بخدمة الكلاود فلير او التانيل بتاع الكلاود فلير فهرجع الويب سايت اللي انا جبت منه الدومين وابدل النام سيرفر الاصلي بالنام سيرفر بتاع الكلاود فلير كده خلصنا الخطوة التانية فاضل بقى ان انا خلي السيرفر بتاعي اللي في البيت مستعد للتواصل مع التانيل بتاع الكلاود فلير ده فهروح افتح الهم اسيستنت وادوس على settings وبعدين add-ons وبعد كده ادوس على add-on store وادوس على التالت نقاط اللي فوق على اليمين وادوس على add repository وهعمل paste لعنوان الrepository اللي حاسبه لكم في ال description تحت عشان تاخدوكم copy paste وندوس على add كده حتلاقي الاد-on بتاعت الكلاود فلير اتزودت على الهم اسيستنت عندك هنحتاج بقى نعمل لها install عشان السيرفر يقدر يستقبل الترافيك اللي جاي من الدومين بتاعنا فهدوس على add-on نفسها وادوس على configuration وعند external host name اكتب الدومين بتاعي خد بالك ان انا هكتبه من غير https او www. هكتب الواحده بالإكستنتشن بتاعه بس لكن في الحتة دي ممكن ازود عليه sub domain يعني مثلا ممكن هنا بقى اكتب home.domain.com او cloud.domain.com الحركة دي هتبقى مفيدة لو انا عايز اعمل كذا sub domain لكذا سيرفر عندي في البيت المهم نحط بس العنوان بتاعنا وندوس على info وبعد كده ندوس على start ونروح على logs ونتفرج على add-on بتاعت الكلاود فلير وهي بتشتغل هلاقي هنا ان هو بيديني عنوان او url العنوان ده هاخده copy واروح اعمله paste في البراوزر بتاعي فيفتح لي صفحة جديدة هشوف فيها الدومين بتاعي فهدوس عليه وادوس على زرار authorize فهيديني رسالة ان الوصلة اشتغلت كده احنا تقريبا خلصنا بس فاضل حكة صغيرة هارجع تاني على home assistant وافتح الملف بتاع configuration دي تعمل من visual studio code زي ما تعلمنا في الحلقات اللي قبل كده واعمل paste الكام سطر اللي هاسبه لكم برضه في description عشان تاخدوه copy و paste الكام سطر دول مهمين جدا علشان ال home assistant يفهم ان ال add-on بتاعت الكلاود فلير هي اللي هتبقى متحكمة في الترافيك اللي جياله من الانترنت المهم بعد كده هروح على settings وبعدين هروح على system واعمل restart لل home assistant وبعد ما ال home assistant يرجع يشتغل اروح تاني على ال add-on بتاعت cloudflare واتفرج على looks بتاعت ال add-on وهي بتشتغل هلاقي انه كتب لي ان ال tunnel بتاعي اللي متضبط على domain name شغالي كده بقى لو رحت كتبت ال domain name ده فاي براوزر من اي كوبوتر في الدنيا هلاقي انه هو بيفتح لي ال home assistant وخب بالك ان احنا عملنا الموضوع ده من غير ما نحتاج نفتح بورتات في الراوتر خالص طب لو انا عايز اعمل sub domain بقى يشتغل مع ال domain بتاعي زي ما قلنا كده home.domain.com علشان اثبطه على سيرفر تاني عندي في البيت. اعمل ايه؟ فهروح على ال configuration بتاعت cloudflare add-on وفي الحتة اللي فوق دي حكتب شرطة وبعكاة host name ونقطتين فوق بعض واسم ال domain اللي انا عايزه بال sub domain بتاعي وبعدين ادوس enter واكتب service نقطتين فوق بعض واكتب IP address الداخلي بتاع السيرفر بتاعي ونقطتين فوق بعض ورقم ال port بتاعه وادوس على save. كده cloudflare add-on هتعمل restart وبرده لو روحت اتفرجت على ال logs بتاعتها هلاقي ان هو ازود لي ال sub domain الجديد ولو جيت كتبت العنوان الجديد ده في البراوزر برضه هلاقي السيرفر اللي انا كدت عايزه فتح معايا وهكذا بقى ممكن تعمل عدد اللي انت عايزه من sub domains وتوصلهم بالعدد اللي انت عايزه بالسيرفر اللي موجوده عندك في البيت طبعا دي واحدة من الامكانات الكتيرة جدا لنظام ال home assistant فلو عايز تعرف امكانيات اكتر عن ال home assistant وازاي تقدر تعمل به smart home متكامل اتفرج على الحلقات اللي هتزعر الشاشة دلوقتي